السيخ عبد الرحمن أقيمت هنا مهاضرة دولية وحضرت في هذا المجلس عدة وفود من جميع أرجاء العالم ووصل إلى القاعة المهاضر الشهير الشيخ عبد الرحيم الشيخ عبد الرحيم هو الناتق الرسمي باسم جيش لواء الشمس وأستاذ في كلية الشريعة والخانون ومدرس في معهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعلوم العسكرية وهو أيضا المفتش العام في جامعة نواء الشمس ومحاضر دولي الشيخ عبد الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ونقدم لكم جزيل الشكر والإمتنان على حسن استجابتكم والنزاهة خضركم بهذا الحجم وعلى كثافة مشاركتكم البناء لترهيب بضيوفنا الوافدين وتوفير الإمكانيات الضرورية لتسهيل رجال الصحافة للقيام بمهامهم الصحافية ونسجل الشكر للجميع الأهالي والجهات والسلطات المختصة الذي نساعد على إيجاد هذا الحشد الصحفي الكبير واستضافة هذا الحدث التاريخي العظيم ويأتي هذا في السياق الدعم المتواصل الذي يقدمونه دائما للجميع على الصعيدين الفردي والجماعي المهلي والدولي وعلى وجه القصوص نوجه بالسكر وتقدير والعرفان للإخوة والأخوات الذين قاموا بتأسيس هذه الدورة الصحافية الأسرية التي تضمنت الكثير من ضرورات الحياة التي لا بد للإنسان من تبنيها للعيش في أمان والسلام في هذا العصر المليء بالمشاكل ولا شك أنها فكرة جيدة تدعو إلى مزيدا من التعارف والتفاهم وتضامن والوحدة بين الشعاب والأمم ولم يقتصروا على ذلك فحسبوا لكن لعبوا دورا حيويا هاما لا يستهان به في تقويتها وتنظيمها وتفعيلها وتوسعة آفاقها ومد جسورها حتى أخذ تابع عالميا وخصوصا بين أفراد الأمة الإسلامية التي أصبحت أسرة واحدة فشكرا لهم على ما أبدوه من حسن النية وعلى ما تحملوه من مسؤوليات جسيمة إضافة إلى صفتهم أعضاء في مجتمعنا هذا فمن الواجب أن يتعرف الإنسان المسلم السلسلة التي تربطه إلى إخوانه المؤمنين وما يترتب عليها من صون وحفاظ واستبقاء لهذه الأخوة الدينية قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم فبهذا المنطلق لما بحثت أنا صحصيا عن حياة هذه الأمة المسلمة الذين قال لهم عز وجل كنتم قير أمة أخرجت للناس وقال لهم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة بحثت عن أخلاقهم وعن معاملاتهم مع الآخرين حول ما إذا كانت هذه الأمة قد فقدت بالفعل مصداقيتها في الوقت الراهن أما زالت تتابع صيرها نهو الاتجاه الصحيح حول الشيوقها والسبابها وهول أمهاتها والسيداتها فلما بحثت عن هذه كلها وجدت النتيجة مبصرة ومطمئنة ومسجعة جدا تستند كلها إلى الحقيقة وإلى الواقع وأريد أن أذكر هنا أبرز ما ورد من هذه الأبحاث أولا نحمد الله تبارك وتعالى لأن هذه الأسرة الإسلامية لا تنسب إليها الأنانية ولا أي نوع من العنصرية وأستدل بأن كثيرا من رجالها يتزوجون قارج أسرهم القاصة بهم وأنا نساء كثيرا من هذه الأمة يعيشنا تحت رعاية أزواج من غير أسرهن القاصة بهن لتتولد من هذا تزوج عائلة جديدة يتم بينها اندماج اجتماعي كامل أما بنسبة لسيوخها الأبائي فمشهود لهم بحب أولادهم حبا مبررا والإهتمام بتربيتهم وتعليمهم وبس لكل الجهود لمساعدتهم ماديا ومعنويا وفي الوقت ذاته يتمتع كل واحد منهم بتحكم تام على مستجدات الأمور وأما السيدات الأمهات فيؤمن بأن البركة موجودة ويمكن تحصيلها بطريقة أو بأخرى ويؤمن بأن المرأة المسلمة إذا صلت قمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها وقلنا إذن لا داعي لمنازعة الزمام لسبب أو لآخر مع الرجال لأنهم هم القوامون وبالنسبة للشباب فهم يهتمون بالعلم والعمل يتنافسون على تحرك السريع إلى اهتماماتهم اليومية ويبتعدون عن كل ما يعرخل تقدمهم نهو تحقيق فرص النجاح فلمثل هذه الملاهزات فليتحمل كل من أفراد هذه الأسرة المسلمة المسؤولية وأن يكون مستعدا للقيام بعمليات الإصلاح الأسري والديني في واسع نطاقها وبشكل منتظم في كل مكان في المدن والأرياف داخل البيت وخارجه أيا كان جنسه أو سنه وأن يتحلى بجميع الأخلاق المتوقعة منهم وأن لا يتصرف أحد منهم بأي شكل من الأشكال بتصرفات تتنافى مع التعاليم الإسلامية أو تتناخض مع حسن نوايا هذه الأسرة المتدينة مما يؤدي إلى تشويه صورتها وانقفاض قيمتها وانتهاك هرمتها أو إلحاق ضرر بالسمعة الأسرة كلها إن من شأن ذلك أن يصبب عرقلة لمساعيها الرامية إلى بناء مستقبل أفضل لأبنائها وأن يجبرها على تغيير تركيبتها الإتماعية والنصع فتي لأشعاتها الثقافية بل ويؤدي ذلك في النهاية إلى شلل أجهزة مظاهرها الإنسانية وانهيار جدران هيكلها الأخلاقية وانهيار جدران هيكلها الأخلاقية وتمس معالم شخصيتها التاريخية مما يعني أن ذلك هو تلف السر معنويتها الجاذبية بالإضافة إلى فقدان شعبيتها بين العالم وكان بالإمكان من هذا الشخص المسلم بدلا من ذلك أن يكون هو قدوة حسنة لكل من يعرفه اشتركوا في القناة